اذا ما غامرت في شرف مروم فلا تقنع لما دون النجوم والعلم من خير ما تبحر فيه لذلك كان الكتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم لصاحبه علي بن محمد بن حسين العمران وقد ولد سنة تسعين وثلاثمائة وألف تتلمذ على كثير من كبار العلماء كابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله وكذلك الشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد وغيرهم وحصل على درجة الماجستير في الحديث وله الكثير من المؤلفات والتحقيقات وحصل على كثير من الإجازات العلمية أما هذا الكتاب فإنه يبين بوضوح وجلاء صورة صادقة من صور حب العلماء للكتب وشغفهم بها قراءة وإقراء وتحصيل عبر نماذج فريدة وصور عجيبة ملتقطة من سيرهم وتراجمهم ولم يألو كاتبه جهدا في النظر في كتب السير والتراجم والطبقات على اختلاف العصور والفنون والمذاهب لاستخراج المادة وسبكها في فصول مترابطة متناغمة ترمي إلى بيان حبهم للعلم وشغفهم به ويأتي هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تخدم هذا الغرض في هذه الآوينة التي انصرف جمهور الناس فيها عن العلم والتعلق بأسباب أخذه سواء بملهيات يظن أنها علما أو بشبهات وشهوات صارفة عن العلم وما أكثرها والأمل في هذا الكتاب وأشباهه أن يكبح جماح أولئك المنصرفين ويردهم إلى جادة الطريق ونأمل بإذن الله أن يحقق هذا الكتاب المراد وقد قسم مؤلفه الكتاب إلى سبعة فصول الفصل الأول الحث على الازدياد من العلم والفصل الثاني حرص العلماء على قراءة الكتب وتحصيلها أما الفصل الثالث قراءة المطولات الفصل الرابع تكرار قراءة الكتاب مرات كثيرة الفصل الخامس تدريس الكتاب مرات كثيرة الفصل السادس نسخ الكتب أما السابع فهو إقاضات وتنبيهات